عمر كمان عبدالوحد أفضل لعب في المباراة بيلعب في مكان عالي معلول وبيجيب ضرب الجزاء وبيسجل هدف رائع جدا هدف عالمي صح كده؟ كل عالمي العدي بتاعه يعني هو خاص بقى هدف بقى اتمركت عمر كمان هو عمر عنده حاجات غريبة كده يعني عمر ممكن تلاقيه ماشي فجأة كده الكرة مش معدولة بيقومشيتها بالشمال تلاقيها رايحة صاروخ كده في المقص صح فهو شوية عمر يعني لا ما تعرفش تتوقعه حتى النهار ده خلي بالك الناس كلها انت لو لاحظت حارس المرمى ايه ده هو هيعمل ايه يعني فيه ولد واحد حتى فيه المدافع واف قدام عمر وهو بيدخل لجوه المسافة بعيدة يعني هو مش مدي اهتمام قوي انه يضغط ويقفل على عمر زاوية الشوت عشان مش متخال انه هو هيشوت من المسافة دي صح والحارس نفسه كمان معدي سليمان اه بالزبط يعني مش متاق لا خالص خالص فرد الفعل كان ابطأ شوية من كانت الكرة اهدف كويس جدا هدف جامل جدا وطبعا الهدف برضو بتاع كمل في عمر بس الاول انت عايز تقول حاجة عام لا خلاص عمر كده يعني قبل ما نروح لده سليم عمر من ساعة من جاء النادي الاهلي عمرك ضغير مراكسه يعني شوية مركز ناحية اليمين كباك شوية جناح شوية ناحية الشمال باك شوية مساك ورغم كده هو بيحاول يقدي في طول الوقت بشكل كويس جدا باستثناء لما لقى مساك طبعا ما قداش بشكل كويس قدام البنك الاهو كان صغرة كبيرة في النادي الاهلي واعترف بيها مرس القرى في المؤتمر الصحفي بعد كده بس طول الوقت مكتهد جدا من ساعة مجيل الاهلي رغم انه ما بيشاركش اساسي معظم الوقت هو طبعا لعيب مكتهد جدا وانا متابعه من زمان متابعه من هو يعني بابا كابتن كمالي يعني كما انا عطول في المنتخب وانا عارف وعارف كويس جدا عمر ومتابعه من زمان هو لعيب كويس لعيب مكتهد مخلص جدا في التمرين وفي المباريات شخصية محترمة جدا كمان على المستوى الشخصي يعني القصة كلها ان انا شايف ان عمر لسه ما خدش مكانه الاساسي في النادي الاهلي يعني هو طبعا اللعيبة الفرق الاساسي لو هتيجي تعمل تشكيل الاساسي للنادي الاهلي لأ مش هتحط عمر فيهم دلوقتي فهو طبعا حسب المباريات وحسب التدوير اللعيبة بيلعب وبيكتهد وحسب كل مطش وظروفه كولر بيحطه في مكان معين هو الراجل بيقدي وبيشتغل وشغال كويس لحد ما يثبت نفسه لان هو برضو عمر لسه داخل على النادي الاهلي والتأقلم مع الفرق وكلام ده برضو ممكن ياخد منه وقت شوية لحد ما يثبت وجوده ان شاء الله يبقى موجود بشكل اساسي في الفرق